قامت أجهزة وزارة الداخلية بتنفيذ الخطط الأمنية الشاملة التي أعدتها لتأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها وتعزيز التواجد الأمني والمروري بكافة المحاور والميادين والطرق الهمة مع بداية العام الدراسي الجديد مع انطلاقة عام دراسي جديد كثفت وزارة الداخلية من انتشارها الأمنية على مستوى الجمهورية لتأمين المدارس والجامعات حيث وضعت الوزارة خطة أمنية متكاملة لتحقيق مزيد من الأمن والأمان لجموع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية بصراحة أولاً لما جيت ولاقيت أفراد الشرطة نفسه ومهم اللي وقفين على باب المدرسة في وجود أول يوم دراسي والطلبة والبارنس ونفس كتيرة دخلة ولاقي المنظر ده بصراحة يعني انبهرت حسيت بأمن أكبر وحسيت إن الدنيا بخير أكتر وحسيت إن احنا طالعين له قدامه أكتر وتشكرين مش هنقول حاجات عني يا جريك شكراً جداً لكم إن انتوا وقفين وبتحمونا الحمد لله لديت شرطة وقفة والواحد يأمن على أولاده في المدرسة الحمد لله ترتكز الخطة الأمنية على وجود ارتكازات أمنية بمحيط المدارس بينها عناصر من الشرطة النسائية لبث طمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء الأمور وجود الأمن ممتاز جداً وده بيدي أمان للأهالي كلها إن هي تبقى مرتاحة وتبقى حسن هي فيه تواجب للأمن بالذات أطفال لسه في سنين صغيرة كمان وبيحتاجون أنهم ما يحسوا بالأمان كما تعتمد الخطة الأمنية على نشر الأقوال الأمنية التي تجوب الشوارع والميادين لرصد ومتابعة الحالة الأمنية على مدار الساعة دي حاجة كويسة جداً للولاد أمن عليه ومهم بيعادوا حتى عشان العربيات اللي بتبقى جاية مستعجلة وأمان للأهالي نفسها وكده الواحد يبقى مطمن عليهم أكتر حاجة كويسة جداً أنا أبقى حاسة بالأمان للدرجة دي يعني إن فيه شرطة موجودة دعيني الأمن العادي اللي موجود في المدرسة فدي حاجة بالنسبة لي مريحة جداً ومع زيادة الكثافات والأحجام المرورية مع بداية العام الدراسي تم تكثيف الانتشار المروري بالشوارع والميدين لسحب الكثافات وتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات مع ربط الخدمات المرورية بغرف عمليات المرور لرصد الحالة المرورية على مدار الساعة وأماكن الزحم وتعامل الفوري معها إحنا جينا الصبح لقينا الشرطة وقفة وموجودين والحمد لله ما خلين بالهم من ولادنا مشاهد الوجود الأمني بمحيط المدارس والشوارع والميدين تتصدر المشهد في عام دراسي جديد وتبعت برسائل أمان للطلاب وأولياء أمورهم وتؤكد مدى الجاهزية والاحترافية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية لبسط الأمن في ربع الوطن انتشار أمني فعال بمحيط المدارس وأمامها مع بداية عام دراسي جديد وفقا للخطة التي وضعتها وزارة الداخلية في هذا الشأن وهو ما يسهم في بسط مأنينا في نفوس أولياء الأمور والطلاب مع بداية عام دراسي جديد عبدالبركات التلفزيون المصري